لو داخلت تتفرج على الفيديو ده علشان تعرف الحاجة الغريبة فانا اقول لك على الحاجة الغريبة دي في اول الفيديو لان انا بحترم الناس اللي بتتبقني بس صدقني بعد الحاجة الغريبة دي اعتقد ان انت لازم تكون مهتم شوية بالموبايل اللي في ايدي ده لانه في حاجات بيقدمها اعتقد انها هتهمك جدا كحد مهتمة بالسمارتفونز بشكل عام حتى لو مش هتشتري الموبايل ده الحاجة الغريبة انا لسه عامل مراجعة لسامسونج اي 51 سيريز بتاعة الاي كلها المفروض ان هي متشابهة وهنلاقي حاجات كتير من الاي 71 اللي في ايدي ده متشابه مع الاي 51 ضمن الحاجات المتشابهة هو الهول بانش او الفتحة بتاعة الكاميرا دي فتحة بتاعة الكاميرا دي في الاي 51 كانت صغيرة جدا صغيرة بمعنى ان هي على قد الكاميرا بالزبط لكن هنا في الاي 71 رغم ان الموبايل اغلى ونفس السيريز بتاعة الاي الخاصة بسامسونج يعني المفروض يكون الموبايلين متشابهين في النقطة دي او مفروض هنا بما ان ده الاغلى يكون كمان الهول بانش او الفتحة او الخرم بتاعة الشاشة ده اصغر كمان لكن الغريب جدا انه حصل العكس وسامسونج اي 51 الفتحة جات على قد الكاميرا بالزبط هنا الفتحة بقى جات الكاميرا وبعدين فيه جزء اسود كده هاردوير من السوفتوير جزء الاسود ده انا معرفش ايه لازمته او تحطي ليه في الموبايل هنا المهم انه في الاخر الهول بانش ده بقى حجمه اكبر من اللي موجود في ال اي 51 اللي هو ارخص من ال اي 71 اللي موجود في يدي دلوقتي ودي حاجة غريبة جدا طيب انت كمستخدم ده ممكن يضايقك في ايه الفكرة بس انه كل ما كان حجم الهول بانش او الفتحة دي اصغر كل ما كانت قدرتك على ما اللحظتها اثناء الاستخدام اقل يعني ما كنتش هتركز معها ومش هتاخد بالك منها اوي لكن هنا هتحس انها كبيرة شوية وهتاخد عينك شويتين تلاتة لحد ما تتعود عليها وتبدأ تنسيها طيب خلصنا من النقطة الغريبة شويتين دلوقتي بقى تعال اكلونكم عن الحاجات المتشابهة اللي هتلاقيها تقريبا في كل موبايلات سامسونج الفترة الجاية حتى موبايلات الفلاك شب اللي سعرها هيكون غالي جدا الحاجات دي هي عبارة عن ظهر بالتأكيد لامع وكمان السندوق بتاع الكاميرات اللي خلاص هيبقى الترند بتاع سامسونج او بتاع العالم كله عمتا الفترة الجاية والهول بانش اللي احنا كنا بتتكلم عليه او الفتحة اللي موجودة في الشاشة هتكبر شوية هتصغر شوية على حسب الموديل اللي انت هتشريه بس في الاخر هتلاقي استغلال ممتاز جدا من الشاشة الواجهة الامامية بتاعة الموبايل وقبل ما اكلمك عن شاشات سامسونج الممتازة خلينا اقول لك ان هنا الماتيرية اللي المستخدمة في تصنيع الجهاز هي عيهلة موجودة في اي واحد وخمسين عندك ظهر مصنوع من البلاستيك وعندك برضو الفريم بتاع الموبايل نفسه مصنوع من البلاستيك فما فيش تغيير في النقطة دي لكن التغييرات هتبدأ تلاقيها في الموبايل من قدام شاشة الموبايل هنا حجمها اكبر حجم الشاشة هنا ستة وسبعة انش موضوع ببساطة ان انت لو بتحب تشوف المحتوى على شاشة كبيرة كمان لو بتحب تلعب على شاشة كبيرة فهنا سامسونج قدمت لك الميزة دي بس في المقابل لازم تحط في بالك انه هنا هيكون استخدام الموبايل بايد واحدة صعب شويتين وبالتأكيد طالما سامسونج وشاشة يبقى مش حجم الشاشة هو الحاجة المميزة هنا الحاجة المميزة بالتأكيد هي شاشات سامسونج السوبر امرودي اللي بتديك الوان غنية جدا وكمان سطوع الشاشة مميز جدا ومش حابة بتكلم كتير عن نقطة استغلال الشاشة للواجهة الامامية لان اتكلمت عليها بشكل كبير جدا في سامسونج اي 51 بس ببساطة هنا الحواف بتاعت الشاشة كلها متناسقة جدا الحفة اللي تحت كمان صغيرة جدا فالتجربة بتاعت المستخدم تقدروا تقولوا ان هي مميزة قوي على شاشة بالحجم ده وتعالى نروح لنقطة مميزة اكتر وهي البصمة اللي تحت الشاشة اللي موجودة هنا في سامسونج اي 51 انا قلت بالزبط ان سامسونج خدت خطوة لقدام في تحسين البصمة هنا بقى في سامسونج اي 71 قدر اقول بكل تأكيد ان سامسونج خدت خطوتين 3 ا4 لقدام في تحسين البصمة بصمة اللي موجودة هنا بقت سريعة جدا فقدر اقولك بكل تأكيد انها بقت زيها زي بقية البصمات اللي موجودة من شركات تانية في السوق بصمة سريعة جدا فعالة جدا مفيهاش اي مشاكل ممكن تقابلك ولا في البط ولا التعرف على البصمة نفسها طيب الفاسعرية اللي هنزل فيها الموبايل دي هتكون في حدود 7000 جنيه 7000 جنيه دول في الاول لو انت روحت تعمل بري اردر هتاخد مع الموبايل هداية دي هتكون غالية وكمان هتاخد كارت ضمان على الشاشة لمدة 6 شهور حتى لو اتكسرت منك بس لو استنيت وعدت الفترة دي بالتأكيد هتاخده ارخص من 7000 جنيه بشويتين 3 حلوين زي ما حصل في السامسونج اي 51 وايا كانت قرارك هيكون ايه فانا اللي يهمني هنا ان الفئة السعرية بتاعت الموبايل دي بنزل فيها نوعين من المعالجات النوع الاول ان الشركات بتنزل معالجات في لاكشب والنوع التاني ان الشركات بتنزل معالجات اوب ميد رينج وبالتحديد يعني سناب دراجون 730 جي اللي بنشوف كزا موبايل في الفئة السعرية دي هنا سامسونج اختارت تروح للنوع التاني وتنزل موبايل فئة متوسطة عالية اللي هو سناب دراجون 730 جي بس مع المعالج ده والاول مرة نشوف من سامسونج في الفئة المتوسطة 8 جيجابايت رام و 128 جيجابايت زاكرة داخلية قبل الاززيادة من خلال منفذ زاكرة منفاصل يعني عندك امكانية تركيب شرحتين زائد كارت زاكرة خارجي وبالتأكيد نقطة اختيارك لمعالج فئة عليا ولا معالج فئة متوسطة عليا حاجة ترجع لك انت في الاخر بس كل اللي انا هعمله لانا بنقل تجربتي مع المعالج اللي مسكته في ايدي وجربته في الجهاز هنا الجهاز كان سالس معايا بشكل كبير جدا ملاحظتش كمان انيميشنك كتير او تسقيط في الفريمات كتير وانا بتنقل في النظام ودي حاجة بتحصل بكتير في مويلات سامسونج بس هنا ملاحظتهاش وانا هنا بتكلم في الاخر عن تجربة اسبوع كمان الالعاب كنت بالعب على اعلى اردادات سواء في باب جي موبايل او كولف ديوتي بس ده ما يمنعش ان انت لو معاك معالج فلاكشيب هتلعب على الجرافيك اتش دي ار والتجربة هتكون احسن من كده بشوية طيب النقطة بقى المميزة في الليلة دي كلها ان كل مويلات سامسونج الجديدة هتنزل من علبة الموبايل كده باندرويد عشرة مع واجهة مستخدم واني او اي بس الاصدار التاني وانا هنا اخترت الكام ميزة كده عجبوني وقلت اكلمكم عنهم في الفيديو ده اول حاجة ان تصغير الشاشة بقى من خلال السحب التحت وده شبه شوية اللي موجود في نظام اي او اس وعجبني بشكل كبير جدا تاني حاجة ان الرقوبة الابوية على الموبايل بقى اتفاعلة بشكل كبير جدا ان انت تدي موبايلك مثلا لابنك وبعدين تحدد له تطبيقات ووقت وحاجات يقدر يعملها وحاجات ما يقدرش يعملها كل الليلة دي كده على بعض تحسنت بشكل كبير جدا ميزة بقى المكالمات البوباب او اللي بتكون عائمة على الشاشة هنا سامسونج الحقيقة متميزة او في النقطة دي ما شفتش حد بيقدمها بالشكل المميز جدا اللي سامسونج بتقدمها بيه والميزة الاخيرة انا اتكلمت عنها قبل كده كتير بس مش قادر في كل مرة ما بديش اعجابي بيها وهي عبارة عن النوافذ العائمة على الشاشة انت تخلي التطبيق بتاعك عبارة عن فزا كده عائمة على الشاشة او كزا تطبيق مع بعض بحب جدا الميزة دي في موبايلات سامسونج وللوقتي تعالوا اخدكم لنقطة ابهرتني بشكل كبير جدا وهي الكاميرات الخلفية وهشرح لكم دلوقتي ليه بس خلينا اقول لك في الاول ان انت عندك اربع كاميرات الكاميرا الاولى اربعة وستين ميجا بيكسل ودي الكاميرا الاساسية عندك الكاميرا التانية اتناشر ميجا بيكسل ودي كاميرا عشان التصوير بزاوية واسعة والكاميرا التالتة خمسة ميجا بيكسل ودي عشان تصور الاجسام القريبة من جسم الكاميرا وكاميرا الرابعة خمس ميجا بيكسل بس دي عشان تساعد الكاميرا الاساسية على العزل طيب في البداية كده بالنسبة للتفاصيل فيه تحس ان التفاصيل فيك شوية دي حاجة ما عجبتنيش قوي بس دي نقطة بسيطة لكن النقطة فعلا بقى المبهرة جدا 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 ولا اللي خلتني اختار الكاميرا دي كواحدة من افضل الكاميرات اللي موجودة في الفئة السعرية دي هو بالتأكيد الـ HDR او الـ Dynamic Range ده ببساطة التوازن بين الاماكن الفتحة والغمقة في الصور وان الكاميرا تقدر تعادل بينهم عشان في الاخر تطلع بصورة مبهرة هنا الكاميرا في النقطة دي مبهرة لأقصى درجة ممكنة الحقيقة معالجة الصور في الـ HDR هنا في الكاميرا دي خدتها الليفل اقدر اقول عليه ان هو ممتاز جدا بالنسبة للفئة السعرية اللي نازل فيها الموبايل فدي نقطة عجبتني جدا في الكاميرات الخلفية اللي موجودة هنا كمان الالوان اللي خارجة من الكاميرا مميزة جدا خاصة مع ميزة تعرف على المشاهد وحتى التصوير في الاضاءة المنخفضة اقدر اقول عليه ان هو مميز هنا في الموبايل وهنا الكاميرا ما فيهاش OIS او مسبت بصري بس في المقابل عندك ميزة سوبر ستيدي مود اللي متسبت الفيديو جدا لأقصى درجة ممكن تتخيلها بس الده لما بتصور على الـ 1080 بس او Full HD لكن لو تلعت الفور كي ما بيشتغلش طيب الكاميرا الامامية بقى اللي بتيجي بـ 32 ميجا بجسل رغم ان الاسكنتون او لون البشرة هنا في الكاميرا مميزين جدا بالنسبالي وكمان التفاصيل اللي خارجة من الكاميرا الامامية كانت مميزة بالنسبالي بس فيه حاجات ما عجبتنيش الحاجات دي الدينامي كرينج العظيم الراهيب لكل حاجة اللي كنت بتكلم عليه في الكاميرات الخلفية هنا مش موجود يعني وانت بتتصور غالبا السماء هتروح من وراك على اي جزء مفرق عكدا او لضاء فيه زيادة غالبا هيروح من وراك في الباك جراون بس فيه ميزة هنا في الكاميرا الامامية لو انت بتحب تصور الفيديو فهنا الكاميرا الامامية بتصور فيديو لحد دقة 4K ودي حاجة نادر اول ان احنا نشوفها وتعالوا نروح لنقطة البطارية اللي سامسونج بدأت تهتم بيها في الفترة الاخيرة ودي حاجة كويسة وهنا البطارية 4500 ميلا امبير البطارية هنا بتكمل معي اليوم لاخروب شكل مرتاح جدا اوقات كمان كنت اوصل لنهاية اليوم ومعي في حدود 20-25% وعندك هنا منفذ شاحن طايب سي بس الجديد ان انت هنا عندك شاحن بقدرة 25 واط الشاحن ده بشحن البطارية العملاقة ل 4500 ميلا امبير من صفر المئة في المئة في ساعة وخمس دقايب بالزبط وده رقم مميز في الفترة المتوسطة وفيه كان نقطة كده هتكلم عنها بشكل سريع لان الناس بتهتم بيها جدا شبكة الموبايل كانت كويسة معي ما قابلتش معها مشاكل الحاجة الثانية ان هنا عندك مارفذ سريع بوينت فايف كمان الحساسات بتاعة الموبايل كلها شغالة بشكل كويس والجي بي اس شغال بشكل كويس جدا هنا في الموبايل طيب الخلاصة بقى بعد كل الكلام الكتير اللي اتكلمنا في الفيديو ان هنا الموبايل اعتقد ان هو خليفة محترم جدا لسامسونج اي 70 اللي شفناه قبل كده شاشة حجم كبير سوبر املود الناس بتحب تكوينة الشاشة اصلا بتاعة سامسونج بصمة تم تحسينها بشكل كبير جدا مع كاميرات خلفية في رأيي ان هي حصل فيها طفرة كبيرة جدا بينها وبين الاي 70 اللي قبلها وواحدة من افضل الكاميرات الخلفية اللي ممكن تلاقيها في فئة الاب ميد رينج كلها فلو انت مهتم تاخد الباكتش ده كله وعلى بعضه كده مع بطارية محترمة مع الشاحن سريع جدا فاعتقد الموبايل ده هيكون مناسب بالنسبة لي الحالة الوحيدة اللي اعتقد ممكن تفكر فيها في موبايل تاني في الفئة السعرية دي لو انت نازل عايش تشتري معالج فلاك شب تحديدا ومش هتتنازل على النقطة دي غير كده موبايل ده هيقدم بقيمة مميزة جدا وخاصة ان سعر هينزل كمان لسه تحت السبع تلاف جنيه بشويتين ثلاثة حلوية وبس دي كانت كل حاجة عندي عن سامسونج اي واحد وسبعين مش هقولك المرة دي تشترك في القناة لان بصراحة عايز طلب تاني مختلف شوية اما انت الجرس بتاع القناة نفسه اضغط عليه وبعدين اعمل تفاعل لكل لان في ناس كتير بقت قابلني بتقولي انت ليه ما بتنزلش فيديوهات وانا بنزل فيديوهات بشكل مستمر فمعنى كده ان الخوارزمية بتاعت يوتيوب ما بتبعتلكش الاشعارات بتاعت الفيديو فانت هدخل اضغط على علامة الجرس وغير الاشعارات خليها الكل وبس تشكر لي لانك وصلت معنا للمرحلة دي وانا احمد متحط واستنان الفيديو الجاي